يترتد على ما سمعنا كثير مصطلح الكاريزما وقد لا يعرف الكثيرين شو هو الكاريزما وشو هي صفات الشخص يلي منقول عنه أنه هو صاحب كاريزما شو هي الكاريزما وشو هي الصفات المرافقة وشو يعني ما عنده كاريزما رح نحكي أكتر مع هالموضوع مع السيدة ردينا جحجاح اختصاص موارد بشرية سباح الخير يسعد صباحك يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يسعد صباح المشاهدين جميعا أكيد بالبداع خلينا نتعرف أكتر من الشخصية اللي عنده كاريزما برأيك والكاريزما هل هي بالفترة أو هي مكتسبة هلأ الكاريزما نحن منقول أنه هي مجموعة من السلوكيات والصفات اللي بتخلي الآخرين يجذبوا إليك هي حضور طاغي الأصل الأساسي هي كلمة يونانية أصمة كاريز معناتها هبا إلهية فهي معناتها ملكة هي بالفترة بتجي اختلفت مدارس مدرسة قالت عنها مدرسة برازيلية قالت أنه هي بالفترة فممكن تكتسب ومدرسة أوروبية قالت أنه هي صناعة فنحن ممكن نصنع شخص كاريزما الكاريزما لازم نسعى لكلنا لكل فعل لكل فعل فيه نتيجة أي فعل نحن منفعله نحن فنحن بدنا هدف نوصل له الكاريزما لما بتحل فيها الشخص فهي بتقطع ليه مشوير كتير بتخليه إنجاز صفقة مهمة بتخليك شخص له حضور القوي بيعرف شو بيريد بيعرف كيف يتعاطى مع الناس بيعرف يحل المشكلات كتير فالإنسان اللي بيتمتع بالكاريزما هي جواز سفر اللي تخليه يفوت بكتير مجالات هلأ حضراتكن أنتو يمكن من البيز يعني من الأساس أنه لا أنه أنتو متمتعين فيها أنتو بتحسيها هلأ إذا أنا بتسألك أنه أنتو أول ما كنتي حضرتك أو حضرتها كان عنكن أنتو بتحسي حالك أنه كاريزما كاملة ولا أنت أخذتها بالترينج بالتدريب يعني أنتو حسيتها بالفترة ولا بالفترة يعني يمكن بتكون فيها فترة يعني ممكن الشخص يكون عنده حضور يعني أنت بس تخوتي على مكان أنتو حتكون ملفتة عندك كاريزما يعني في عندك حضور حلو أنت وينما كنتي يعني في عندك لتلك حضور قوي مثلا أما في الأشياء الثانية اللي بتكمل الكاريزما التقاب النفس والكتير شغلات الثانية هي بتيجي يمكن مكتسبة بالشغل بيعلمك كتير بالحياة العائلة بالتربية والحياة العملية هي بتعملها سببورت يعني هي بتدعمها بس يعني نحنا بنشوف نحنا هلا أنا أسهلي أنا وقت بكون قريدي بالفترة أنا عندي أنا بحل المشاكل بالفترة أنا كإنسان كاريزما عندي هاي الكاريزما عالي فأنا ممكن حل المشاكل بوسق الآخرين فين تعاطيه مع الناس لو بيجي حدا بيقلك أنه أنا هدف حياتي أنه أنا الناس تحبني الناس تتعاطى معي هو وسيلة عبور هو طريق عبور هي الكاريزما وطريقة عبور بس في العالم تحبه والناس كلها تحبه إذا كان في عنده هو مثلا أسلوب إيجابي هو مثلا شخص يبيسمع للعالم في ناس مثلا ما بتسمع بس أنه هي بدأ تعطي رأيها أنا هي بحثها مو كاريزما أنه الواحد أنه هو بدأ يفرد رأيه على الآخرين هو ما يسمعون الكاريزما شفتين أنت بالعقل الباطني شو عم تحاكيني أنت عم تحاكيني باللا شعور أنه أنا أنت عم تعطيني الصفات الشخصي الكاريزما تمام اللي هو الإنصاط تمام يعني هو أنه بدأ يكون إنسان مستمع جيد جدا أكيد ضروري اللي بيسمع لأن هي إحدى صفاته والمهتم المهتم كتير هلأ نحنا من هلأ رح نحكي عن الكاريزما أنه هي هي ثلاث أنواع فيها عنا الكاريزما النجم الجمالي اللي هي من اسمها النجم يعني هو الحضور الشخصي إنسان هيك مجرد ما يحضر نحنا مكون قاعدين هلأ بيدخل حدا على المكان بتلاقيك سبحان الله هالي وبعلم النفس يعني يقوله بيقوله عنده طاقة كهرومغناطيسية فيه شي جذب هيك جذبك لإله بيجذب العالم بيحضوره بيمشيته هلأ نحنا منقول أنه البيعزز هي الأشياء دائما والمدارس طبعا أنه هي البادي لانجواج البادي لانجواج تبعيك اللي هي الغير اللفذي طبعا إسه هلأ رح نيجي اللي بيكون اللفذي اللي هو الجسد الكتف مرفوع اللي بدأنا مرفوعة مثل السقة السقة معكوسة على السقة المعكوسة هي السقة نحنا لازم نتدرب عليها يعني هلأ أنت كإنسان لازم تعرف شو مكامل الضعف ومكامل القوة جواتك أنا يمكن بعرف جواتي أنه أنا عندي لك في عندي قابس معين في عندي ضعف معين بشي أنا هون بنتي أعمل ترينينج أدرب حالي عليه لحتى أنا يعني لحتى هي الناحية أنا أعمل عليها كفري الشغلة الثانية النوع الثاني اللي هو عندنا الفكري تمام أنت تخيلي الشخص الكاريزما هذا بالنسبة أنا كإنسان كتير بنشدله الكاريزما الفكرية شخص ممكن ما يكون شكل يعني أنت تشوف فيه قاعد بس تتكلم بس حكى أفكاره جذب جذب وهذا الفكري بيعطي يعني عنا يامأ أشخاص عنا مثلا نيلسون منديلا ضل بيقمسجون 27 سنة وأفكاره جنوب أفريقيا عما تحكم أفكار وعم تحكم جنوب أفريقيا يعني شوفي هذا الشخص نيلسون منديلا اللي ما يتمتع بالجاذبية النوع الثالث اللي هو القائد كتير حلو أنه يكون هو جامع بين النجم الكاريزما الجمالية والفكريين ويصير بعدين قائد قائد الليدر القائد اللي بيقدر يدير حتى نحنا ما نحنا ما عم نحكي على أشياء بس بالحياة المهنية حتى بالبيت يعني حتى بالبيت أنت كأب أنت كأم حلو تكون هيك عندك شخصية كاريزما أنت قائد يعني أنت تقدير تدير البيت طيب في كتير صفات هي تتبع لحتى تعزز كاريزما ما عند شخص نحنا ذكرنا ثلاثة فقط نحنا ذكرنا الأنواع الأنواع بس مثلا أنه في حدا ضحكته تجذب هي كاريزما ضحكته كاريزما استقباله كاريزما لهفته كاريزما فينا نصنف هاد الشيء إنه كاريزما هدامته مثلا هاي صفات لا طبعا هاي صفات وهاي ميزات بيتمتع فيها هاي الابتسامة أنت أول ما تفوت أول سبحان الله يعني الابتسامة أول ما أنا بدخل هلأ أنا أول ما دخلت فأنتو كانت ابتسامتكن لأيه استينيراق كتير حلو كاريزما الركض أنا عندي ياه دائما بس حلوة كل واحد إله شيء خاص فيه بميزه فهي الابتسامة هلأ عم تحكي حضرتك عم نحكي عن الشغف عم نحكي قداش الإنسان هلأ هن الصفات نحن فيها نجمع صفات الكاريزما بثلاث شغلات الابتسامة هي P P W الابتسامة الابتسامة هو الحضور القوي إنك الحضور إنك أنت تكون واسق من نفسك الـ body language الـ eye contact الإنصاط البصري كتير مهم كتير مهم أني أنا حسسك باهتمام شوفي هلأ نحنا عم نتواصل بصريا كتير يعني معناتها قداش أنت مهتمي بعملك بشغلك قداش مهتمي بظيفك طبعا هذا من أهم شيء الثقة بالنفس القاعدة بالـ body language كيف تستقبل الناس هذا الحضور القوي الرتابة الحضور حلو هذا الـ present نحنا الـ present من قول عنه الأول واحدة الثاني واحدة الـ beat الثانية اللي هي power اللي هي الطاقة الطاقة اللي أجمل ما يكون يعني أنت أول ما بتقعد قداش بتقعد بتقول مثلا حسيت طاقتكم حلوة يعني منقعد مع بعض يعني خليك إنسان إيجابي مريح خليك متعاطف مع الناس ومريحة يضروري في أشخاص سلبيين سلبيين كتير سامارسا بحاولوا تحسي سحبوا بحاولوا يأسروا عليك بطاقتهم السلبية فدائما أنا بنصح أنه بعد عنهم يعني يعني قد ما فينا نبعد عن الأشخاص السلبيين كتير حلو أنت تعملي دائرة لإلك طيب كيف ممكن شخص سلبي ما عنده الكاريزمة القوية كيف ممكن يصير عنده مثلا كاريزمة ومن أحد أهم صفات الشخص اللي عنده كاريزمة يكون طاقته مثلا إيجابية هل ممكن إذا درب نفسه ما يتفاهم بالتدريب يعني شو ممكن يعني يعمل يصير هو عنده كاريزمة قوية هذا الشخص سلبي أول شغلة إلنا أول شي لازم تعرف ذاتك تمام أهم شي قبل الدنيا كلها الإنسان لازم يعرف شو مكنونات الداخلية لما أنت تعرف ذاتك بعرف إلنا نعرف شو الضعف بين حالي كل إنسان بيكون صادق معنا يعرف شو جوه هو وين عنده ضعف وين عنده قوة وين عندي ضعف أنا بشتغلها لي بالتدريب وإنما العلم هو التعلم بكل شي بيصير بالتدريب ولا تقلي لي يا ماناس أحيان بيكون عنده كاريزمة عنده شي قوي كتير حدقة ثاني شخص ثاني بالتدريب بالاهتمام عرف وين هي مكان من ضعف صاري قوية شوي شوي صار أفضل من هذا الشخص الثاني فنحنا ما منقول إنه لا هي أوك هي هي بأي لهي ومنقول ليان اللي عنده بالفطرة بتسهل عليه بالفطرة وبمساعدة العائلة ليقدر بيبيئة هلأ نحنا منقول إنه بيئة هلأ أنا شوي ماني معي الفكرة أنه منقول بيبيئة سليمة طبعا بتعزز هاي لما بيكون الأب والأم والبيئة بس نحنا كمان في عنا أمسير كتير إنه في ناس هني طلعوا لحالهم كانوا كأفراد في ناس هيك وفي كمان أشخاص يعني أنت مثلا إذا ربيتي ابنك بشكل أنه أنت لازم دائما تطلع أنيق مرتب بشكل أنك أنيق داخلا كمان أنيق داخلا وخارجا بالاتنين يعني مشان هي الكريز مأنو من برة ومن جوة الواحد بيكون يعني ملفت بفكره بشكله بيقول له إنه هي بحياتك المهنية أنت بأي بعلاقتك مع الناس أنت ممكن تنجز أكتر من غيرك مو ممكن أكيد يعني نحنا كل على فكرة يقال أنه هي كنز يجب الوصول إليه أي حدا يجب يوصل الكريزما هي كنز أنا بس شوي بس قلتلك البي والبي والدبل إلا البرسانت والباور والوارمث الدفق شوف إنت أنت تكون دافي من جوة تكون حنون تكون تعاطيك مع الناس واقف أنت داعم سند نحنا بمكان العمل مثلا ممكن حدا يكون متدايق حدا معصب الثانية يكون فعلا يكون دائما يجب يكون عن جد حضن حضن حلو كتير حلو هذا التعبير أنه فعلا مثل الدفق هذا الاحتواء يعني أنه نحنا كيف ممكن نحتوي موقف نحتوي أشخاص داعم نكون تعبانين عن زد ممكن الابتسامة تأثر إذا صبحت على الزميلتك بتسمت لك من عنده إذا متدايقة إنتي لليش متدايقة يمكن سؤال واحد بكفي خلينا نحكي هذا الشغف هذا كتير حلو التعامل أنه أنت مثلا إجت لعنتك حسيت فيك إحساس إحساسنا ببعض هذا الخلق من جوا نحنا ما عم نقول شيء الكتير نحنا عم نطلب نحنا عم نقول أنه أنت تكون إنسا متوازن بالانس يعني خلينا نحكي شخص ما بيتمتع بولا شي ولا كتير ما نشوفه أنه منعزل لا عنده كاريزما ولا عنده لهفة ولا عنده شغاف ولا عنده محبة ولا عنده شيء كيف يدرب حاله أنه يكون عنده كاريزما لأنه ممكن ناجح بمجال ما بس هو حيكون فاشل إذا ما بيتمتع بولا كاريزما لأنه نحنا أحيانا كتير أنت بتشوفي أطباء على مستوى أطبيب وعنده شهادات وبروفيسور بتروحي لعنده أنت بتقولي أبدا ما أنا شوفي أنت مرتحت له شهادات يعني فأنه أنا مرتحت له مو بس مرتحت له مرح أخذ الرجل تتبعه مرح أنفز بتروحي لعند طبي بيكون عام ما نؤمنه اختصاص بتلاقي عنده كاريزما بيمشي ألف بي بيمشي للمريض مثل ما ما بيقول استاذك بالجامعة بتلاقي أنه هلا بتلاقي دكاتر الجامعة أحيانا بيكون دكتور ما عنده هاي الكاريزما اللي يخليك شو بتأثر بتعمل تتبعات بتعمل أنه أنت خلص أنت بتكره المادة أحيانا بالوقت اللي تاني اللي بيحببك فيها كم مرة نحن أهنساتنا وأساتسنا في مادة ضلت مرسخة وحبين من أقلدة للآخر لأنه هي القطوة فحضرتك عم تقولي أنه الشخص اللي سلبي اللي بيكون أول شي بده احتواء مثل ما بده شخص بده بده حدطاق قدامه بده أول شغل الإرادة من جوا إذا هو ما بده بده إرادة يكون عنده أنت بدك أنت أول شي بتقولي أنا أريد أنا بدي يصير عندي كريز أنا بدي وأنا بدي يدرب إذا ما عندي هاي الرغبة بس كمان في عنا نقطة كتير مهمة لنقارن حنا بالآخرين هاي كمان كتير بتأثر على أو تقليد سمات التقليد المقارنة والتقليد والتقليد وعدم التوادق نحنا ما نافس الآخرين أنا نافس نفسي هون مشكلة بنقعنا يعني نحنا أنا مثلا أنا بشوفك أنت زميلتي أنا لازم اتمتع ما عم بحكي بمثاليات كتير مبسوطة نجاحك من نجاحي نحنا بنا نكمل بعض إذا ما كنا تيم واحد ما حننجاح النجاح الفردي إنجازه بمدى قليل بيكون يعني هلأ أنا أنت زميلتك ممكن ممكن أنتوا على الهواء ممكن أحيانا بكلمة أو زميلتك مثلا ممكن تغلب فورا أنا بكون بعمل كفرين فورا أنا بكون حدا سبورت أنا عم بحكي كمثال لعقانكم نكون أنتم معي وبالحقيقة أنا بشوفهم كتير هون بالإخبارية أنا بدي أعطي إطراء حلو كتير بلاقيكن في إنسجام كتير بلاقي في تيم وورك وراء العمل يعني بلاقي عن جد اللي بيشوفكم اللي بيشوفكم بلاقي اللي بيشوفكم بلاقي حتى اللي ما بيكونوا بالشاشة يعني الإداريين الثانيين فأنتوا عاملين تيم وورك جميل كثير حلو فيمكن أنا عم بأخذ هذا المسألة إنه أنت قدامي فكتير حلو هذا مثل ما تفضلتي إنه نحن ندعم بعض ما نكون نحكي ولا نتكلم أبداً بغياب الشخص الآخر من صفات الشخص الكاريزمي إنه بيحترم نفسه أبداً أبداً وأنا شيء بغياب الآخر بنغضاع بالآخرين يعني هاي الصفات بالنهاية هي أخلاق فالشخص الكاريزمي بيتمتع بالأخلاق الكاملة بالأخلاق الحلوة كتير حلوة إنه كل واحد عنا يسعى لهي الشيء لأنه يكون عنده هاي الكاريزمي الحلوة اللي خلينا فعلاً نوصل لأهدافنا كتير صفقات عفوان في صفقات كتير نحنا مننجزها صفقات كبيرة بطريقة بالكاريزمي ذلك عنا بأسلوبنا بمعطياتنا يعني يعني قبل ما نختم بس عجلت حبينا تجاوبينا أنا وسامري على هذا الاستفسار إنه كيف في ناس بتقلد كاريزمة حدا تانية ممكن هي بتنتقده ممكن هو ما بيعجبه ممكن هي بتقلده هي فترة مؤقتة وأكيد رح تروح هذا الشيء بس نفس الحكي نفس التصرفات نفس اللبس نفس الستار بالنهاية بالنهاية أنت إذا حطي بارفوم أورجينال ولا كوبي تمام الأورجينال بقيان بيضل أحيان بيضل فترة طويلة ثلاث أربعة تيام الكوبي شوي وبتلاقي راح فمثل هيك الشخص اللي بيقلد نحنا حلو نقلد الأشخاص الإيجابيين ما نقلدهم نتمسل بأخلاقهم بربي يتطبعوا هنين بالتفاة بس أنت شوفي هلأ أنا أنت هلأ شوفي أحيانا بتلاقي اللي ما عنده كاريزمة مثلا أنا أنا بدي أقلد هلأ وقفتك طلتك ما بتمشي بدي أقلد صوتك ما بتمشي يعني فترة وبتروح بالهواء خلينا نكون حقيقيين خلينا نكون نحنا نعرف ذاتنا خلينا نقامن بي نفسنا أنه كل حدا فينا بيتمتع بكاريزمة عنده كاريزمة عنده صفة مميزة عنده صفة مميزة يعني متميزه عن كل الأشخاص الآخرين ولا إنسان كون وخلقه رب العالمين حبيبة قلبي وانت كتير والفقرة مرأت بسرعة والحوار ولا أروع من هيك شكرا لإلك شكرا لوجودك معنا ولا معلوماتك القيمة أكيد شكرا لكاريزمتك الحلوة وأكيد لنا حلقات تانية لحتى نعرف كيف فينا نطور الكاريزمة اللي جواتنا وما نخجل منا ونطلع على العالم شكرا لكم كاريزمة عجد يدون مجاملة كتير حلوة إن شاء الله مفقا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك